إذا كنت تبعوا مع بعضانا شوية بالعقل موش رح صاير الارويمير هذي هي اللي خلات الحراك يتعوج لأن الحراك باش يقولي في الصيفة الأولى تاهم يقوليش يا جماعة وقولي يقولكم كلام غير هذا روي غلط فيكم ويعتبر من الناس اللي يمشيوا في مخطط النظام الخامج اللي هو النظام الاستعماري اللي حاكمت زين بياسير دوركاكي نهضر نهضر عن النظام الاستعماري ميهمنيش أنا يتبون وش نقري حاوى ذوك من هذو بسك ميهمونيش خلاص هذوك سدي زاكتر ممتسيلين محتوطين دوما ام بولير ارم بلاسي بارضات الزاكتر النظام الاستعماري اللي حاكمت زين وش تعال النظام هذا؟ النظام هذا يخاف من المطالب السياسية لأنه المطلب لما يكون سياسي الاستجابة تاووحدة هي الحرية استرجاع السيادة لمن؟ للقيادات السياسية اللي على رأس المطلب السياسي اللي هزوا الشعب وش يخلقوهما؟ يخلقو أكتاب كما قلنا في اميسيان درناها مع انامي العنوان تحا العنوان تحا وش معنتها؟ معنتها انا لازم كي الناس يكونوا ضدي مو حال راح نعجب الناس كل دونك وش ندير؟ نخلق انا الناس اللي ضدي انا نبلاسي الناس اللي تكون ضدي باش انا نوجه هالخيطاب انتحا اللي يكون ضدي باش يبقى تحتي الدیا علاش؟ باش الناس اللي تكرهني بكول تستقطبها هاد الاختاب اللي درسانا اللي پول كمو جي كريي با قاتيري سي جانا autour دل كم سيدي جان كي جي كريي كي جو ماني بل كم سا جيهيه مام سر لسي جان كي مدهتس والله كي سون كنتر ما politique كي تيجي تورا سياسيا كما هدي نسعمل الأقطاب اللي خلقت أنا وغربتها لشعب سي وولي لحركة دي نوو بطن مودن ونحركهم في الإتجاه اللي يختم المصلحة تاي ينسعمل الأقطاب من بكري وجماعته كيما بوشاشي كيما لا كليك قاع تعرفوها لا كليك جماعت ما كانش ممثلين ما نقبلوش ممثلين وحتى يتنحو قاع دونك النظام هادا لارو يمروش يدير بها اولا يلهي بها الناس بتعود الناس مع لبلهاش بين البطاطا والحليب وجنيرال دخل للحبس وجنيرال ما خلاوش يخرج للخارج ومين يسترحيني الديوه والي يسرق برطما والاخر ضباطي ما والاخر قال لك عنده ضوصيات وعنده ميلفات نحكيه على قضية الميلفات هادي قاعد نسمع هاد الايامات رغم الضروف الخاصة تاي قاعد نسمع في الناس بدأت تحكي على الفوسفات ضبوا الفوسفات في الجزيرة من الشركة وسمها فارفوس مسؤولة على موضوع الفوسفات والحديد وهذا شركة وطنية هي قد صناتراك ولا كتر من صناتراك في الصح لكن بكل بدأوا يهدروا على الفوسفات مع بعض يا سبحان الله يا اوناني الفوسفات هذا واحد ما يهدر عليه كيفاه كيس كيس باس وش من برا تشكتهم على الفوسفات قال لك اليهود يحوسوا على الفوسفات تاعد زاير واحد يقول لك ولد تبون واحد يقول لك ويخليوا الشعبية موج هادا في هادا قال لك سنياو سنياو واش قال لك لا لا لرمغ قال لك لديهود سنياو مع شركة واحد اقرام برا اندخل فيها جد ستاعد يسينا في كي برا تشكتهم على الفوسفات جماعين برا فوسفات المناتقل بين النارية ايضا للتلاف انده ووقنا على الفراس برا تشكتهم على الفوسفات من الفوسفات لكي في زاير عندها الصلاحيات وعندها وشية يدخلوا الشعب في بعضها شوفوا مش نقولوا حاجة للشعب الشعب بتاعنا دقوا شو اللي يحوس ولا يحوس يسلك راسه يقول لك نسلك راسه يا برك بينسير الأخلاق انت عن الناس تتضهور الأخلاق تنحل منع تنحل بينسير من القمع من التفقير من التجهيل هاد الشي بكل بينسير يديرون النظام طريقة ممنهجة سيستركتوري سيستركتوري النظام يدير فيه طريقة ممنهجة بس يكرازي الشعب هذا الانفلاسيون في الجزائر لكن هي تمشي كما نقولوا حنا يا عصان أالر مع النظام هذا تولي تمشي ديميل أالر الشعب لازم يفهم باللي الخيانة التي تريوني وتعزير يعني الخيانة راحي من شنغريحة التبون وعبط يعني نقدروا نعتبرهم خاينين الوطن خاينين العهد خاينين البلاد خاوانا نقدروا حتى نعتبرهم ديزاجون دولة ترانجي لوتوط دو كولونياليزم من بعد دولة ترانجي تاوجوهم دولة ترانجي دونك خاوانا حاكمين شعب خاوانا حاكمين شعب وش يديرو فيه يحنيو لو ديرو فيه وش قاعدين يديرو درك ضيف إلى هذا قاعدين يحركوا في اتجاهات خلا بدأوا يحركوا في الاتجاه السلفي بتاع الحركات الإسلامية والاتجاه الخامج خلاص بتاع السلفية المتشددة اللي تسمي هذو اللي عايشين عندهم إحنا الكفار خرجوا لهم إمام هذا سمعتوا أنا سمعتوا ونقول لكم سيتم بليزير بسك بورين فوا تقدر تحط اسم الشيطان على وجه إنسان وحشاه الشيطان إبليسة الأكبرة هذا كيخدم في الميسيان تعوى هذا الشيطان الإنس